كشف التقارير تابعة للاحتلال الإسرائيلي تفاصيل خطيرة عن طبيعة التعاون بين كيان الاحتلال والنظام العسكري الحاكم في ميانمار والمتهم بارتكاب جرائم حرب وفضائع مروعة ضد أقلية روهينجيا المسلمة كاتب صيوني كشف في تقرير نشره موقع ولا العبري بعنوان بسلاح واحتواء إسرائيلي الأقلية المسلمة في ميانمار تبادو بوحشية كشف أن التعاون بين الكيان الإسرائيلي وبورما يعود لعام 1953 مشيرا إلى أن دولتين حصلتا على استقلالهما من الأمبراطورية البريطانية في عام 1948 وفي عام 1955 زار أونو أول رئيس وزراء بورما الكيان الصهيوني وتضمنت أول صفقة عسكرية بينهما تزويد بورما بثلاثين طائرة من طراز سبيتفاير في عام 1962 اندلع الثورة اجتماعية في بورما وشهدت العلاقات بين الكيان الصهيوني وبورما تراجعا كبيرا لكنها ظلت قائمة وعادت بكامل قوتها مع الانقلاب العسكري في بورما عام 1988 في عام 1997 فازت شركة ألبيت الصهيونية للصناعات العسكرية بمناقصة لتحديث ست وثلاثين طائرة مقاتلة تابعة للجيش البورمي الذي زوده الكيان أيضا بصواريخ جوجو الصهيونية في عام 2014 أصدر باحثون من جامعة هارفورد الأمريكية تقريرا أكد ارتكاب قوات الأمن في بورما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أبناء الأقلية المسلمة وكان من أبرز المتهمين قائد الجيش الجنرال من أونغ هلينغ والجنرال إي مونغ الذي زار الكيان الصهيوني بعد عام واحد على التقرير وتحديدا في الثلاثين من سبتمبر عام 2015 والتقيا رئيس الاحتلال الإسرائيلي رأوفين ريفلين وكشف الجنرال إي هلينغ أنذاك عن إجراء مباحثات لشراء عتاد حربي ولتدريب الكيان قواته إلى جانب شراء سفن حربية من حكومة الكيان وكشف أيضا عن جولته في الصناعات الجوية وفي شركتي ألبت وألتا الصهيونيتين ترجمة نانسي قنقر